مرحبا أصدقائي أنا تركي سأكمل لكم قصتي سمات صوت سحابة حقيبة تفتح وتغلق باستمرار ازداد الصوت وكأن أحدا يمسك بحقيبة ويفتح ويغلق في السحابة سريعا التفت إلى الخلف ويا ليتني لم ألتفت حيث وجدت سيدة تحمل حقيبة ذات ملامح مخيفة صرخت بخوف ومن ثم اختفت هذه السيدة ورأيت عبد الرحمن يقف أمام المنزل أشرت له أن يأتي لكنه ضحك ودخل المنزل تعجبت من تصرفه فأخذت الكشافة سريعا ثم عدت للمنزل وجدت عبد الرحمن داخل الغرفة قلت له بغضب لماذا عندما أشرت لك لكي تأتي ضحكت ودخلت للمنزل يا عبد الرحمن متى حدث ذلك أقسم لك أنني لم أخرج من الغرفة توقف عن المزاح لقد رأيتك بعيني تقف بجوار المنزل تنظر إلي وتضحك لم يحدث أقسم لك أنني لم أخرج وإن كنت لا تصدقني اسأل والداي لقد كنت جالسا معهم لم أتحرك نظرت له بصدمة وخوف قال أبي الذي لم يستمع لمحادثتنا هل حدث شيء ما بك يا تركي وجوك شاحب هكذا لا شيء يا أبي فقد إرهاق السفر في الصباح سوف أصبح بخير حسنا يا بني كما يؤسفني أن أقول هذا ولكن لقد انتهت عطلتي ويجب أن نعود للمدينة قالت أمي اذهب أنت للعمال أما نحن فسنبقى هنا لقد تعبت من السفر وأحتاج أن أجلس مع أمي وأخواتي قليلاً قلت لأبي سريعاً أنا سأعود معك يا أبي إلى المدينة وسنترك والدتك في القرية بمفردها أجل أنت يا تركي لا بل ستبقى أنت وأخيك هنا مع والدتك وسأنهي عملي وآتي لم أستطع مجادلته فقلت له باستسلام حسنا يا أبي كما تريد ذهبت أنا وأخي إلى الغرفة المجاورة وذهب كل منا إلى سريره وخلدنا للنوم في صباح اليوم التالي ذهب أبي إلى المدينة وقال أخي ماذا حدث يا تركي؟ لماذا أتيت في الليل ونمت بجواري على السرير؟ أنت خائف أم ماذا؟ متى حدث ذلك؟ أنا لم أتحرك من سريري لقد شعرت بك تنام بجانبي كما أنك شدت مني الغطاء لا بأس إن كنت تشعر بالخوف قلت بكذب حتى لا يفزع آجل لقد كنت خائفاً أمس فنمت بجوارك ضحك أخي وخرج من الغرفة وأنا ما زلت أفكر فيما حدث خرجت من الغرفة وجدت أمي جهزة الإفطار جلسنا على المائدة نأكل وأثناء الطعام قالت أمي ماذا حدث لكم أمس؟ أثناء نومي سمعت صوت خطواتكم أمام الغرفة وصوت همساتكم وضحكاتكم كانت مرتفعة قال أخي متى حدث ذلك؟ لقد خلدنا إلى النوم بمجرد أن دخلنا الغرفة يا أمي لم يحدث أي شيء من ذلك لا تكذب يا عبد الرحمن لقد سمعت خطواتكم وضحكاتكم قلت سريعاً أجل أجل يا أمي نعتذر عما حدث ولن نكررها مرة أخرى أعدك نظرت لعبد الرحمن بأن يصمت ولا يتحدث وبعدما انتهينا من تناول الطعام ذهبت أنا وأخي إلى غرفتنا لماذا قلت هذا لأمي وأنت تعلم أننا لم نفعل هذا يا تركي؟ سأخبرك بكل شيء منذ أن أتينا إلى هنا وأنا أرى شيئاً غريبة تحدث لقد رأيتك بجوار باب المنزل أثناء أمو كنت أجلب الكشاف وأنت في الصباح أخبرتني أنني نمت بجانبك وهذا لم يحدث وها هي أمي تقول أننا كنا نضحك ونتهامس مساء أمام غرفتها وإن أخبرتها أن هذا لم يحدث ستقلق وتخاف فقررت الكذب ولكن من الذي يفعل كل هذا مادم أننا لم نفعله يا تركي؟ لم أريد أن أخبرك بهذا يا أخي حتى لا تفزع ولكن منزل جدك مليء بالجن وهذا يفسر ما حدث لنا وما الحل الآن؟ لن نظل هكذا لا يوجد حل سوى أن نحذر حتى نعود إلى المدينة وإياك أن تخبر والدتك أو ما قالي بخوف فقلت له لا تخاف سنبقى بجانب بعضنا البعض ولن يحدث شيئا اتفقنا؟ حسنا يا أخي دخلت أمي الغرفة قائلة تركي اتصل بناصر ابن خالتك وأخبره أن يحضر لنا الخضروات والخبز للغداء حسنا يا أمي سأتصل به اتصلت بناصر وأخبرني أنه سينتهي من عمله ويأتي وفي الثانية ظهرا أتى ناصر خرجت من المنزل وأخذت الأشياء منه نظر إلى جدي الجالس أمام المنزل وبجواره قطة سودع ثم قال ما أخبر هذا الرجل العجوز معكم؟ هل فعل شيء؟ لا منذ أن أتينا ونحن لا نتحدث معه يجلس أمام المنزل هكذا حتى منتصف الليل ثم يعود لغرفته هذا جيد أرسل سلامي إلى خلتي وإلى لقائي يا تركي ركب ناصر السيارة ورحال عدت للداخل ووضعت الأشياء في المطبخ خرجت أنا وأخي إلى الحديقة نلعب بالكرة ونسلي وقتنا وفجأة ظهرت القطة السوداء التي كانت تجلس بجانب جدي عندما أتى ناصر عبد الرحمن انظر لهذه القطة السوداء إنها مريبة أنت لم ترى يا أخي كيف تتصرف وكأنها بشر تسير خلف جدي دائما وتجلس بجواره حتى عندما يدخل إلى الحمام تقف في الخارج تنتظره غريب لم أرها بجوار جدي سوى اليوم لا لقد رأيتها عندما أتينا إلى هنا فجأة اقتربت القطة منا وظلت تنظر إلينا كثيرا أكملنا اللعب بالكرة وفجأة قام أخي بركل الكرة بقوة فاصطدمت بالقطة وألسقتها بالجدار ركضنا سريعا إلى الداخل وقال عبد الرحمن لا أعلم كيف اصطدمت الكرة بالقطة هل حدث لها شيء؟ إهداء لم يحدث شيء فقط لن نخرج من المنزل إلا للضرورة لقد أخطأنا عندما خرجنا حسنا يا أخي في السابعة مساء كنت أجلس أنا وأخي حتى قلت له عبد الرحمن أريد قضاء حاجتي تعلم أن الحمام الذي في المنزل مظلم وليس جيد أعلم هيا نذهب إلى الحمام الذي يقع في الحديقة وماذا عن جدك؟ إنه مريب وأنا لا أريد رؤيته في هذا الليل خاصة بعدما فعلناه في القطة سنذهب ونعود سريعا لا تقلق هيا سأذهب معه ذهدت أنا وأخي ناحية الحمام الذي يقع في الحديقة ومررنا من أمامه كان جالسا يشاهد التلفاز وعندما رأينا نظر لنا نظرات مخيفة ابقى هنا بجانب الحمام ولا تتحدث إليه وإن حدثك لا تجاب اتفقنا؟ حسنا لا تقلق عندما انتهيت وخرجت من الحمام لم أجد عبد الرحمن بحثت عنه بعيني وهنا كانت الصدمة فقد كان جالسا بجوار جدي ويرتشف معه القهوة ذهبت إليه بغضب وأمسكت يده قائلا هيا يا عبد الرحمن لقد أخبرتك أن لا تتكلم معه فأجدك تجلس بجواره وترتشف معه القهوة صدقني أن لا أتذكر شيئا سوى أنني كنت أقف على باب الحمام حتى رأيت أحدا يضع يده على كتفي عندما التفت وجدته هو وأصبح يقول بعض الكلمات الغريبة ثم أمسك بيدي حاولت منعه لكنه كان أقوى مني وكأني أصبحت منوما مغناطيسيا ولا أتذكر ما حدث حتى أتيت أنت وسحبت يدي يا إلهي هذا خطأ لم يكن علي أن أخذك إلى الخارج معي تركي إهداء لم يحدث شيء أنا بخير مر باقي اليوم وخلدنا إلى النوم ولكن استيقظت في العاشرة والنصف مساء وكنت أريد الذهاب للحمام حاولت إيقاظ أخي لكن نومه ثقيلان فلم يستيقظ فقررت أن أذهب بمفردي ليس لدي خيار آخر ذهبت ناحية الحمام ورأيت جدي ما زال جالسا أمام التلفاز سمعته ينادي علي ولكني تجعلته انتهيت وفتحت باب الحمام ببطء وجدته جالسا وعينيه على الباب وكأنه ينتظر خروجي شعرت بالخوف فقررت أن أظل في الحمام حتى يأخذ أشياءه ويذهب إلى غرفته مرت ربع الساعة وأنا ما زلت جالسا في الحمام أراقبه من فتحة الباب حتى رأيته يأخذ أشياءه وذهب لغرفته خرجت من الحمام وأثناء دخولي للمنزل مررت على غرفته سمعت صوته يهمس بشيء فلم أتمالك فضولي وبدأت أبحث عن أي ثغرة أنظر منها حتى وجدت نافذة ومن حسن حظي أنها مفتوحة بدأت أنظر ولكن كانت الغرفة مظلمة فلم أستطع أن أرى بوضوح فقط أسمع صوت جدي وهو يردد كلمات غريبة لا أفهمها وبعد دقائق ذهبت إلى الغرفة وجدت عبد الرحمن مستيقظا قال لي بقلق أين كنت يا تركي؟ لقد استيقظت ولم أجدك بجواري أخبرته بكل ما حدث وأنهيت حديثي بقول أريد دخول غرفة جدك أريد أن أعلم ماذا بها جدك هذا يخفي الكثير أحياناً كنت أستيقظ من نومي في منتصف الليل وبما أن نافذة الغرفة بجانب سريري فكنت أرى جدك بعد منتصف الليل يأخذ حقيبته ويذهب إلى المقابر كانت تسير خلفه كلاباً كثيرة تنبحوا بقوة ولا يعود إلى بعد الساعة هل تعلم ماذا كان يفعل هناك؟ لا لكني متأكد أنه يذهب إلى هناك كل يومين بعد منتصف الليل مر اليوم وأنا جالساً أمام النافذة أراقب جدي لكنه لم يخرج وفي اليوم التالي بعدما أنهى جلسته أمام التلفاز وأخذ أشياءه وعاد للغرفة أخذت كشافي وخرجت للحديقة وأثناء ما كنت أمر أمام غرفته كنت أسمع أصوات مرعبة قادمة من غرفته وأثناء سيري لم أنتبه لجذع الشجرة فسقطت بقوة سمعت صوت خطواته تقترب ناحية باب الغرفة وقبل أن يفتح الباب استقمت سريعاً واختبات ظل واقفاً عند باب الغرفة ينظر في كل مكان حتى دخل وأغلق الباب ومن ثم عادت تلك الأصوات المخيفة مرة أخرى تنفست براحة وذهبت ناحية النافذة وضعت حجراً ووقفت عليه وبدأت أنظر وهنا كانت الصدمة ماذا تتوقع أن يحدث في الجزء القادم؟ لماذا يذهب جدي إلى المقابر؟ ما الذي يوجد في غرفة جدي؟ وما الذي يفعله جدي في غرفته؟ ستعلمون كل هذا في الجزء القادم إلى اللقاء